اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخبر ده بنسمعه كتير في النادي الاهلي ولكن الجديد انه نفس اللعبة والجديد انه هما الاتنين كباتن الفريق والاتنين انه هما اهلوية من هما صغيرين قد كده معجونين يعني جوه النادي الاهلي فالحقيقة كانت حاجة جميلة ويعني كما قلتلكوا هتبقى فنية هنسأل طبعا مش معقوليبوا معنا وما نعرفش اخبار الفرقتين ايه وفي نفس الوقت حاجة هتبقى رومانسية ونوريكم ازاي القصة ابتدت فالحقيقة ان شاء الله تبقى حلقة كويسة يعني ان شاء الله تعجبكم يعني خلينا نروح لأخبارنا والحقيقة الخبر بتاعنا الرئيسي والاهم النهاردة يعني خبر اسعدنا كلنا بس خليني قبل ما اقول الخبر احكي لكم قصة صغيرة انا من حوالي ست او سبع سنين انا كان لها الشرف ان انا مسلت مصر طبعا خمستاشر سنة متواصل كمنتخبات واكتر من كده كمان كأندية كان لها الشرف ان انا لعب باسمه منتخب مصر سنين طويلة اخر بطولة روحية كنت شاركت فيها كانت 2013-2014 كانت في غينيا الاستوائية ملابو عاصمتها ملابو الحقيقة كنا بنلعب طبعا انا لعيب كورة سلة فروحنا بنلعب بطولة افريقيا خدونا من القتيل قالونا هنروح نقعد في القرية الاولمبية قلتروا يا جماعة نحنا في غينيا الاستوائية يعني افريقيا وغرب افريقيا والوضع ايه تا هتلاقي القرية الاولمبية دي احنا اصلا بنقعد في الاوتيلات والموضوع بيكون صعب ما بالكوا بقى نروح نقعد في القرية اللومبية هنبقى معزولين والدنيا هتبقى صعبة الحقيقة خدونا بالعربية رحنا قعدنا هناك في القرية اللومبية هحكيلكم المنظر اللي شفناها دخلنا على قوتيل قوتيل فيه كل ما يتمنى اللعب من جيم لساونة للجاكوزي لقوة دنوم مش كبيرة قوة دنوم زغيرة تساعة لتنين لعيبة بس فيها كل اللي انت عايزه ننزل من قوتيل نمشي ماشي نروح للصالة المغطاة انا الاغضة بتاعتي كانت بتطلع على ملعب الرئيسي للستاد الستاد في ملعب سوري القرية اللومبية فيها ملعب كرة بيساعة 40 او 50 الف متفرج في ملعب فرعي في كل حاجة جوه القرية اللومبية دي انا ساعتها قلت يا ربي ايه ده طب ازاي مصر ما فياش حاجة زي كده بنيوا بالنفس يعني قلت اتمنيت في يوم الايام كواحد بيحب بلده ان يشوف حاجة زي كده في مصر خاصة انا هقول لكم على مفاجأة اللي بنا القرية اللومبية دي في غنية كانت شركة مصرية كبيرة في المأولاد هي اللي بنياها يعني بقى يادي مصريين قوة لبس مش عايز احكي لكم نظافة مش عايز احكي لكم حاجة جميلة جدا تمنيت في يوم الايام ان انا شوف في مصر حاجة زي كده احنا عندنا القرية اللومبية او المركز اللومبي في المعادي ولكن يعني المركز اللومبي ادم كمان وبقى الموصول منه وإليه بقى صعب كل فترة وليها مرحلتها طبعا مع الاحترام للمركز اللومبي واحنا اتمراننا ولعبنا ولاد المركز اللومبي مهم اكمل لكم القصة رجعت مصر تمنيت ده وقلت يا رب بشوفه في يوم الايام في الموجود في مصر امبارح سيادة الرئيس عفتاح السيسي راح افتتح القرية اللومبية او اسمها بالزبط مدينة مصر الدولية لعلعاب اللومبية انا الحقيقة امبارح وانا بشوف الخبر ده كنت الاول مرة اعرف ان في العاصمة الادارية فيها قرية اللومبية على اعلى مستوى بتتبني انا كراجل في المجال وفي الفلد كلاعب وكاعلامي ولكن ما كنتش اعرف ان ده بيتبني في مصر امبارح انا مدرتش حاول التلفزيون لان حلم اللي انا كنت بأحلم به بيتحقق انا بس دربتلكم المثل بغنية انما احنا رحنا فرنسا لقينا الكلام ده رحنا اوروبا كلها لقينا الكلام ده رحنا افريقيا لقينا الكلام ده بس مصر بتعمله على سكيل كبير قوي ومصر بتعمل حاجة عظيمة في البنية التحتية الرياضية الحقيقة مدينة مصر الدولية لعلعاب اللومبية يعني كلمة بينها لعلعاب اللومبية يعني فا احنا اكتر برنامج رياضي سعيد بهذا الوضع لان احنا كنا بالنادي وبنتمنى ذلك طب خلينا ارى محددكم الخبر وهتوقف على بعض المنشآت المهمة اللي لازم نركز عليها شوية السيد الرئيس عفتاح السيسي كان في جلوة تفقدية مبارح لعدد من المشروعات والمواقع اللي بتتبني في العاصمة الادارية الجديدة وكان من ضمنها مدينة مصر الدولية لعلعاب اللومبية واللي هتكون اكبر مدينة رياضية اللومبية متكاملة في الشرق الاوسط هو ده اللي احنا كنا حلمنا وكنا نتمنىه وفجئنا انه بيتبني في مصر وفجئنا انه في مراحل كبيرة تقطعت فيه مبارح في التغطية الاعلامية اللي كانت مع سياد الرئيس المدينة دي تم التنصيق على انها هتقام طبقا لاحدث المعايير والقياسات الفنية لطلبتها كل الاتحادات الرياضية الدولية المدينة هتضم استاد كورا ساعة تسعين الف متفرج هتقول لي طب يا هايسا ما هو استاد القاهرة مية وعشرين الف لا يا فندم تعال هنا الستعين الف دول ازاي الوصول للستاد والخروج منه ازاي يعني انت دلوقتي اولا الطرق هتبقى ازاي انت كمشجع جاي تشجع فرقتك هتوصل للملعب ده وتمشي بكل اريحية تسعين الف مش هيبانه الحاجة التانية هتلاقي فيه اربع وخمس وست قوة لبس يعني ممكن تقام عليه مباراة وبعدها مباراة تانية انا عايز اقول لكم ان الساعة الرسمية الاستاد القاهرة الرسمية مش الغير رسمية الرسمية سبعة وستين الف الغير رسمية طبعا لانه تصميمه يساع كده بياخد اكتر من كده ممكن يوصل لتسعين الف ولكن احنا بنتكلم على تسعين الف متفرج كل متفرج للكورسي بتاعه والاكسز لهذا الملعب او الدخول لهذا الملعب بكل اريحية مساحات كبيرة طرق ممهدة وهو ده لو تفتكروا اللي خلانا نخسر تصفيات كأس العالم او استضافة تصفيات سورة كأس العالم ملف كأس العالم اللي احنا خسرناه خسرناه بسبب كده بسبب كده بسبب ان الناس قالت طب احنا دلوقتي الجماهير واللعيبة لما توح الملعب وتنصرف من الملعب وتنصرف ازاي الموضوع بيتعامل حلم كبير بيتحقق على الارض مصر وبسواعد مصرية فتسعين الف متفرج ده احنا بنقول لك حاجة غير رسمية نهاردة بتديلك تسعين الف رسمي وتروح وتوصل بالتيكت عليه رقم كرثي بتاعك وابواب بتوصل لغاية الملعب وتمشي بدون اي مشاكل وبقى ريحية كاملة طيب هيبقى فيه سلطين مغططين او سلطين واحدة هتشيل خمستاشر الف انا لعبت في استاذ القائرة في السالة واحد الحقيقة السالة واحد صالة كبيرة وعظيمة جدا ولكن كان ينقصها كتير واحنا كلعيبة كنا حسين ومش هقوله احنا مش فسادد ان احنا نقوله دلوقتي السلبيات او الحاجات اللي بارت مع تشغيل سالة واحد تم تلافيها في هذه السالة خمستاشر الف متفرج سالة تانية تامن تلاف متفرج يعني تقدر يعني تقدر يعني يقام عليها بطولة سواء سلطايرة يد كاراتيس جود واي اندور يقدر يتعمل فيه بكل اريحية مجمعات قلومبية للسباحة لما جيبنا لحضراتكم الصور الفروسية اللعبة اللي احنا قلنا الحلقة اللي فاتت الجواد العربي الاصيل لازم يبقى اساسه مصر ودي كانت مفاجأة ليه انا شخصية عشان اقول على الجواد ده عربي اصيل لازم جيناته ولازم جدوده طالعة من مصر مش من اي دولة تانية اتعمل مدمار كبير للفروسية التنس عشان نقدر يعني يبقى عندنا بطولة في الجراند سلام ومصر كفيلة بكده تقدر تاخد بطولة زي دي ودرها وتنظمها ونحطها على جينة تلحادة دولة كبطولة من بطولات الجراند سلام السكواش برازيل العالم احنا هيبقى عندنا مجمع عالمي نقدر نحط نقاس فيه ونستضيف أي بطولة والرماية والقس والسهم سبعيني الالعاب دي ولا وما سمعينها سبعيني الالعاب اللي احنا معندناش اصلا المنتخبات بتاعاني في تدريبها ومدمار لالعاب القوا العاب القوا اللي هي ام الالعاب العاب القوا اللي كانوا معنا الحلقة اللي فاتت والناس الحقيقة ما عندهمش غير المركز غيره الهولوما بيتمرنوا فيها بتعملينها مدمار علمي يستضيف أكبر البطولات في ألعاب القوة وكمان هيبقى فيه مستشفى طب رياضي عالمي اللعيب لقدر الله اشتكى من حاجة مصاب عايز يعمل أشعة مش محتاجة لعبرة عندك مستشفى كامل سواء علاق طبيعي أشعات رانين كل شيء هتلاقيه جوه المستشفى دي وفندق عالمي كل الكلام ده طبعا هيكون جوه القرية اللومبية الحقيقة ده خبر أسعدنا جدا والحقيقة كان لازم نديله وقت من برنامجنا لأنه ده كان حلم والحلم ده الحقيقة اتحقق بأياد مصرية وإن شاء الله يعني نحلم بالافتتاح يجيب سرعة وكان تعليمات ستة راس مبارح أن المشاريع كلها تخلص في معادها إن شاء الله ويكون افتتاح كبير يبهر العالم بإذن الله خلينا نروح لأخبارنا داخل جدران يدي الأهلي وزا ما تعودنا أخبارنا دايما بتبقى كرة اليد الفريق الأول بقادة الكابتن طريق محروس بيستعد الاستئناف دوري 2021 بمباراة الأولومبي الحقيقة دي مباراة الأولومبي في الجولة التاسعة هتبقى يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله طبعا كابتن طريق محروس بيجاهز اللعيبة اللي كانوا عنده مع المنتخب يدخلهم تاني مع بعض الحقيقة احنا في المجموعة التانية متصدرين الجدول حتى الآن سبورتنج الأولومبي المعادي أصحاب الجادة البنك الأهلي الزهور برسعيد الشمس بعد ما نلعب الأولومبي بإذن الله هبقى عندنا مبارايتين متبقيتين في المجموعة بتاعتنا يبقى البنك الأهلي والظهور كل التوفيق طبعا لكابتن طريق محروس واللعبين حقيقة كرة اليد فرقة أو لعبة جمهور النادي الأهلي حقيقة بيتابعها بشكل كبير جدا نروح لكرة اليد سيدات كان فيه اختبار حقيقي مبارح لكرة اليد سيدات بالقادة الكابتن يحيا يوسف واللعبات مع سبورتنج في اسكندرية فوزنا المباراة بنتيجة 27-24 ألف مليون مبروك كان اختبار حقيقي الحقيقة لأنه كان مباراة صعبة معناه دي سبورتنج أحد المنافسين على الدوري وأيضا مباراة أو الدور يعني مش بر بر بيتك بر ملعبك فكان مباراة مهمة فوزنا بيها 27-24 كابتن يحيا يوسف التطمن على اللعبات قدوا أداة كويس احنا الغايد دلوقت الحمد لله نمسك الخشب ماشين كويس قوي عشر مبارات فيزنهم العلامة الكاملة عشر مبارات بتلاتين نقطة ألف مليون مبروك كابتن يحيا يوسف نتمنى إن شاء الله الاستمرار كده والحقيقة كل اللعبات بيقدوا أداء جيد ونتمنى إن شاء الله الحفاظ على هذا الأداء لغاية ما نرجع تاني المركز الأول اللي احنا واخدين عليه هنروح لكرة السلة سيدات يمكن كان عندنا مباراة مع هاليوبلس مباراة حاسمة كنا كسبنا أول مباراة تاني مباراة خسرنا رحنا على مباراة فاصلة كانت في صلة الشهداء يعني كانت من يومين وفوزنا على هاليوبلس العنيد 83-57 طبعا الفريق بقاعدة الكابتن عليه هاشم عندنا إصابات أربع لعبات ولكن دمه ما نعناش أبدا إن إحنا نطلع نهاي بطولة القاهرة هنلعب مع الجزيرة إن شاء الله يوم الخميس النهاي يوم الأربع أنا آسف أنا آسف يوم الأربع النهاي وخلينا أقول لكم إن كايلا اللعبة المحترفة للنادي الأهلي حاط تذكر الحقيقة أنا لعيب بسكت وبقول لكم الموضوع ده كان صعب وحطت سكور 51 نقطة في ماتش هاليوبلس وحطت 41 نقطة في الماتش عندنا الحقيقة السكور ده ما بسمعوش كتير يعني نادر لما تلاقي حاجة وعشرين حاجة وثلاثين لم حاجة واربعين حاجة وخمسين ده ما ماسمعتوش ما بسمعوش كتير في البسكت ولكن ده لو دل فبيدل النادي الأهلي دلوقتي ما شاء الله بقى بيجيب لعيبة من ليفل وان وهو ده اللي قلناه والحقيقة الثقافة اتغيرت واختيار اللاعبين اتغيرت والنادي الأهلي يعني ارتفع بطلباته مع طموحات جماهير النادي الأهلي والأجهزة الفنية كاملا الأبطال ما فوتتش المناسبة دي الحقيقة وكنا مع البنات في الماتش عملنا تقرير طبعا في ماتش هاليوبلس والأهلي الفريق الأول لكرة السلة يا سيدات نشوفوا التقييدة وقع لحضراتكو تاني الحمد لله على المكسب طبعا هي الظروف كلها صعبة جدا البطولة دي بتاعت ساني فاتت ماشي التوقيت وحش قوي احنا عرفنا في يوم وليا اللي احنا هنلعب فرقة فيها خمس عناصر مصابة الأجنبية لسه واصلة المفروض فيه منتخب مصر تحت 18 سنة وفيه منتخب درجة أولى بيتمرن يومين في الإسباب فما كانش عندنا وقت التايم أنا شايف التايم التوقيت وحش جدا اللي احنا نلعب في الكلام ده مش علاية بس على الاربع فرق يعني كمية إصاباتها تبقى غير طبيعية بس الحمد لله يعني ربنا خرام احنا فرقة طبعا زي ما أنا قلت قبل كده في الالقات اللي كانت فرقة فيه سبع جودات فالسبع جودات دول عشان يخشوا جوه الفرقة عايزة وقت كبير شوية ما كانش عندنا وقت بعد من الدور اللي خلص فإن شاء الله ستيب أي ستيب ترتلنادي الأهلي كلها يعني أنا ما بقولش إصابات ها في إصابات فيه لكن كل الناس اللي موجودة عندهم خبرات وليقتلنادي الأهلي فعدينا الحمد لله وربنا ساهل الفاينال بإذن الله نهارده قدرنا نفوق شوية عن مبارح مبارح كان عندنا مشكلة شوية في الدفاع فالنهارده الحمد لله قدرنا نحن نحلها من الأول دي أمتهالي لما عملنا دفاع كويس هو ده لكان سبب يعني في قرق بين النتيجتين وربنا يوفى إن شاء الله في النهاية الحمد لله نهارده ربنا وفقنا وقدرنا نحن نكسب خسارة مبارح كانت غير متوقعة بس نحن عندنا إصابات كتير فنهارده ركزنا أكتر نحن عشان شاء الله نتأهل الفاينال مع الجزيرة هو بصراحة طبعا مبارح كان حصل يمكن فطر التوقف والماتش كان جيم وفاجئ فبالنسبة لنا يمكن كنا مش مقاهلين نفسنا كويس عشان الجيم بس قدر لها مشاقة فعالة على جيم مبارح هي طبعا هي بطولة صغيرة بس طبعا بطولة مهمة كل حاجة وإحنا طبعا نتكلمنا مع بعض ما ينفعش الجيم كان يبع على ملعبنا ونخسروا فص الجمهور وناس كلها بتتفرج علينا عشان كمان نتأهل الفاينال كان يباشاك لنا واحش بجد قوي لو إحنا خرجنا من بطولة المنطقة يعني وتعتبر أول بطولة في السيزن فالحمد لله عملنا اللي علينا النهاردة وكنا قيسين جدا من أول كورتر عشان نوصل لآخر قيسين يعني باكا إن شاء الله عندنا متهالي I think الأربع الجاي الفاينال مع الجزيرة والله إحنا مبسوتين جدا أكيد أن إحنا كسبنا النهاردة وخسارة مبارح دي مهزتناش خالص إحنا كل مطش بالنسبة لي إعتبر فاينال مطش مبارح يمكن هو اللي إدانا الحافز أن إحنا نقدم سكور كبير كنا عايزين نكسب بس كنا عايزين نرد هزيمة مبارح وبفرق سكور وده فعلا اللي حصل أعمال الأدفانس قويس أعتقد هو ده اللي فرقنا عن إدانا الحافز إن بدأ todos هم كانوا موفقين بزيادة إحنا نهاردة لقاحنا فارقين فعلا من اول دي من الماتش وكانנו ماب krieه time لأول بس كور كبير هو ده اللي خلينا نركب الماتش من اوله رأي أننا نهاردة أكبر مبارح جدا من الأ يام هي أول مباراة لها. مصر وأول مباراة تقريبا للفرقة بعد شكلها. الفرقة اللي عاد ناس الجديد اللي جات في الفرقة. احنا النهاردة كنا مركزين أكتر. مركزين ومجهزين نفسينا ومحضرين نفسينا أكتر عن إمباراة. We have a lot to work on. Like I said, we only had a couple practices together. So we had to get back in the gym and focus on the things that we didn't do good on this team with this match and just get better from there. احنا قدامنا التمرنتين تقريبا على حد ماتش الفاينال. لازم نجهز نفسينا ونعرف اللي احنا عملناه غلط المرة دي في الماتش ده وماتش مباراة. عشان نصلح غلطاتنا دي. أهلا بحضراتكم من جديد ومنفكركم تاني طبعا أن دينا عمر كابتن الفريق هتبقى حد يوفي. إن شاء الله بعد أو النصف الثاني من الحلقة بإذن الله. هنروح مع حدراتكم لنشئين كرة طائرة. 17 سنة بقيادة الكابتن نادر نبيل استطاعوا أنهم يفوزوا عليها يوبلس 3-0. في بطولة القاهرة الحقيقة ده إنجاز كبير. خاصة أنهم فازوا بالتلات مطشاط المقاولين العرب النصري ليوبلس بنفس النتيجة 3-0. الحقيقة زي ما قلنا الطائرة في النادي الأهلي سواء رجال أو سيدات الحقيقة بيحلقوا في مكان تاني خلص. ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الاستمرار على أداء ده وإسعاد جمهير النادي الأهلي. هنروح لتنس الطاولة. طيب قبل ما نطلع لتنس الطاولة لازم نطلع لفاصل سريع وأرجع لحضراتكم. بس ما نتروحوش بعيد عندنا لسه أخبار داخل جدران النادي الأهلي محلياً وأيضاً عالمياً ولكن بعد الفاصل. أهلاً بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم أخبارنا داخل جدران النادي الأهلي. تنس الطاولة الحقيقة ناشئين وناشئات عملوا إنجاز كبير بطولة الجمهورية. أخذنا المركز الأول في الناشئين وأيضاً المركز الأول في الناشئات. الناشئين الحقيقة لعبوا المباراة النهائية مع الزمالك 3-0. جينا في المركز الأول ونادي الزمالك نجيه في المركز الثاني. إنبي التالت نادي سبورتينج الرابع. نفس الكلام بالنسبة لناشئات ولكن كان النهائي مع نادي جزيرة الورد. الحقيقة اللي بينشيد بيهم في نادي جزيرة الورد. لأن الحقيقة كل ما بتخش الأندية أو أندية توقف على رجليها في الألعاب الأخرى. الحقيقة ده بيكون مكسب كبير لمنتخب عصر النشقات كسبوا الفاينل طبعا مع جزيرة الورد 3-0 وجيه في المركز الثاني طبعا جزيرة الورد الثالث الزمالك وبعد كده النادي الأولمبي ألف مبروك للقطاع الناشئين والنشقات للتنس الطاولة إن شاء الله يستمروا على هذا الأداء وده مستقبل التنس الطاولة في النادي الأهلي إن شاء الله هنروح للسباحة السباحة في النادي الأهلي كان فيه بطولة الحقيقة من 12 إلى 14 نوفمبر بطولة الأساتذة للسباحة تشترك فيها 18 نادي اتعاملت في ليبلس الشروق الحقيقة الأساتذة دول بيكونوا لعيبة عمار سنية كبيرة شوية أنا نفسي بس تروحوا النادي الأهلي بدري ساعة 6 الصبح و7 الصبح هتلاقوا دنيا تانية خالص والناس بتتمرن ولعيبة عمار سنية وده كانت رسالة البرنامج من البداية إن الرياضة ما تبقاش بس متابعة أخبارها الرياضة مش مرتبطة بأي سن الحقيقة كان عندنا طبعا السباح محفوظ جرجس جبريال خد أحسن سباح في المرحلة العمرية 85 و89 سنة ما شاء الله حاجة يعني ربنا يدي لك الصحة يا كابتن ونتمنى كل مصر يتبقى كده وكمان السباح منتصر عوض بجائزة أحسن سباح في مرحلة 65 و69 هي دي الرياضة والرياضة اتعامت عشان كده وما شاء الله ربنا يديهم الصحة وروحنا بكاميرا الأبطال عملنا دغطية خاصة مش تقرير ده دغطية خاصة للبطولة دي إمانا مننا بدور الرياضة حتى في السن الكبير نشوف دغطية وارجع لحضرات كده أنا الحقيقة بدأت السباحة في فريق النادي الأهلي للناشيين وكت بطل القطر المصري اعتبارا من سنة 1947 كان عندي عشر سنين خدت البطولات في الناشيين للنهاية ثم إلى عموم الرجال كنت التاني في سباحة المتين متر فراشة وراء المرحوم مختار هاللودة ثم بقيت الأول وخلال هذه المرحلة سفرت بطولتين على ميتين بطولة الجامعات العالمية سنة 1955 في اسبانيا وخدت المركز التاسع وبطولة العالم العسكرية في ألمانيا وخدت المركز الرابع في التتابع والسابع في الميتين متر فراشة عشان نستعد بيبقى التزامات خلال العام كله بيبقى فيه بطولات دولية وبطولات محلية فريق الصيد يمكن لنا ضمن فريقه هو حامل اللقب واخد حصوله على كأس مصر وبطولة الجمهورية وان شاء الله لو حصل نصيب البكرة وتم تتويجه هيبقى للعام التاني على التوالي الموضوع رغم من سننا من بعد 30 سنة حد 40 و50 وهكذا بنحافظ على عنصر التغذية مفيش تدخين ممنعودش في أماكن مدخنين عشان ما يبقاش تدخين سلبي ممارسة الرياضة والله هي بتمثل الأمل إن احنا خلاص 66 سنة فهي قديل الأمل إن احنا بندل الناس إنها ممكن تمارس الرياضة لغاية آخر وقت ممكن إن السباحة بالذات ممكن تمارسها وفيه ناس عندنا بس مش في النادي يعني فوق اللي 91 سنة إنما عندنا في النادي في 87 سنة كابتن محفوظ وكابتن محمود محمد أحمد أنا متخصص في الباك والفراشة والحرة وبأخذ مركز أول وبأخذ أحسن مركز أحسن سباح في مرحلتي سواء بقى من 50, 55, 60 بغاية 65, 69 أحسن سباح في المرحلة بتاعتي أنا بمثل الأهلي في المسطر بقالي بالضبط 20 سنة من أول ما المسطر اتعمل الحمد لله ودي حاجة رجعتنا إن إحنا نمثل ندينا اللي إحنا بنفتخر بيه ونقدر إن إحنا نعمله أي حاجة حتى لو إحنا عندنا 100 سنة هنيجي نمثل ندينا اللي هو الناجلات والله هي دي البطولة اتعملت علشان جميع الناس اللي بطلت ترجع تعقوم تاني ويستفيدوا أولا صحيا ثانيا يحس إنه هم لسه بيعملوا حاجة للنادي بدل ما هم بيعودوا في البيت أو يتفرجوا طبعا إنما دي حاجة مفيدة أنا شخصيا سعيدة إن أنا بمثل الناجل أهلي لحد النهاردة بطولة الماسترز يعني من أجمل بطولات اللي واحد بننزلها بعد فترة طويلة طبعا من البطولات اللي كنا بننزل فيها وإحنا صغرين وبنافس على المستوى الأولمبي والدولي دلوقتي إحنا بنشوف ناس ما شاء الله عليهم يعني قدوة ناس إنهم 80 سنة وبتعوم وناس إنهم أجول إنها وبتعوم فبالتالي ده هي بديش بس مش بتديك إنه هم دي ناس قدوة فإنها في الاستمرارية بس قدوة كمان في الرياضة وفي الالتزام وكل الشيء يعني أنا بطلت المصر أول ما اتعملت في مصر أنا كنت كابتن النادي الأهلي كنت أنا وأختي عزة نسيم وناني الدمرداش ونازج كناح دائما بناخد دائما الكاس جات فترة كده وقفوا البطولة وجيت سألت تاني للأهلي هترجع البطولة قالك حاليا ما فيش وبعين لما رجعت أنا كنت بقى مشغولة مع الشركة ونكنتش قادر فاضية يعني لأ طبعا إنك ترجع تعوم تاني دي حاجة جميلة وما تصدهاش يعني إنك ترجع بطل تاني فالحمد لله أدي أول ماداليا فضة وخدنا مبارح البرونز بردك في التتابع والنهارده عندي في التتابع خمسين باك وخمسين باك فردي المصدر ده تقريبا كل الناس يعني بطلت فهو كان الفكرة إنه هو نجمع السباحين القدامة وتجميعة طيبة تشجيعا للرياضة وإنه هو يجمع الأبطال دول تاني فكان دعم من الكابتن واقل عزت والنائب كابتن محمد فاضل بصراحة كان ليهم دور كبير قوي وتشجيع كبير وحتى وجود يعني أنت بتاعلي كنت موجود شايف الكابتن واقل موجود بنفسه في وسط اللاعبين الناس قدامة ناس أبطال يعني دول أبطال جيلهم وأبطال سنهم في عندنا من أول 80 سنة لغاية 25 سنة دوت المسترس ديت من المطلقات الممتعة جدا اللي بتقرب الناس كلها من بعضها وبترجع الأجيال الأديمة اللي كانت أبطال وبقعدوا شوية عن الرياضة بترجعهم تاني وبتقرب الناس من بعضها إحنا الاستعجات بتاعها طبعا من فترة طويلة إحنا بنرجع تاني للدفاتر الأجيما وبنطلع عن شوية سباحين أبطال مصر وأبطال إفريقيا وأبطال العرب وأبطال النادي عشان يرجعوا تاني للموارسة اللعبة اللي هم بيحبوها على مستوى تنافسي محطرم إحنا الحمد لله درجنا نجمع عدد كبير طبعا مش كل الناس بس جمعنا معظم الناس المميزة في داخل النادي إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يكرمنا ونقدر إن إحنا نكسب الدرقة بتاع بقولت المصر دي السليم إن شاء الله حاجة بصراحة تسعد وإحنا كنا عارفين إيمة هذا الحدث ويمكن عايزة بس أوضح لكم حاجة لدي الأهل يشارك بـ 85 لعب ولعبة الحقيقة إحنا بنقف إجلالا وتقديرا للعيبة يعني اللي بنتعلم منهم الإصرار والعزيمة ونتمنى إن شاء الله أن يتعامل في كل الألعاب ده كان آخر خبر لنا داخل جدانة دي الأهلي خلينا نروح محليا هنبتدي برضو بالسباحة مروان الأماش نجح أن يتأهل الأمبيات مروان الأماش لعيب أو سباح مصري من دهب فاز ببطولة أمريكا المفتوحة في سباق 800 متر حرة بزمن 7 دقائق 52 دقيقة 52 سنة و19 من 10 جزء من الثانية يخذ المركز الأول والرقم ده أهلوا الأولمبيات توكيون شعرات السنة الجاية عايز أقول لكم إن مروان الأماش تأهل السنة الدولة الأمبية اللي فاتت في ريادو جينيرو نتمنى للمروان كل التوفيق وشوفنا المهندسات إدريس رئيس طبعا مجلس إدارة اتحاد السباحة وبيبارك له على صفحته وكنا أول ناس نعرف الحقيقة تأهل مروان الأماش هنروح طبعا لسمكة مصر الزهبية فريدة عثمان اللي نجحت أيضا في نفس البطولة على حصد 3 مديليات 50 متر حرة والدهب طبعا بزمن 25 ثانية و1 من 10 من الثانية وحققت فضية 100 متر وحققت أيضا المديليا في المركز التقال المديليا الفضية أيضا في سباق 100 متر فراشا الحقيقة طب هتقوله طب ليه فريدة ما تأهلتش فريدة عثمان أصلا السباق بتاعها اللي هي متميزة في 50 متر حرة مش سباق أولمبي وكان المهند الشيف العليان معانا سكريبتير عام للجنة الأمبية وضح ده أن احنا فريدة عثمان الرقم بتاعها أو السباق بتاعها مش مدرك في الأمبيات ومع ذلك هي بتحاول تتأهل من خلال 100 متر حرة في السباحة والحقيقة محتاجة بطولة تانية ومحتاجة تحسن أرقام شوية إن شاء الله عشان تشترك في بطولة توكيو إن شاء الله العام القادم طيب هنروح كده 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 أخلص أخبارنا المحلية ولكن قبل ما نخلص أخبارنا المحلية في خبر مهم جداً كمان في كرة السلة أنتوا عارفين كرة السلة عندهم تصفيات المنطقة الخامسة يوم 27، 28، 29 نوفمبر الحالي الحقيقة خلينا أقول لكم أنه كان أول مطش كان الساعة 8 كان معاد مطش الأهلي والزمالك في نهاية بتوط أفريقيا لكرة القادم فطبعاً الاتحاد المصري طلب من الاتحاد الأفريقيا أنه يبدر المباراة شوية عشان يدي الفرصة لجهاز الفني واللعيب أنهما يتابعوا المباراة أنتوا عارفين طبعاً دور الأبطال كرة القادم حاجة متابعة على مستوى كل الأعب فالحقيقة حصل شيفتنج للمطش من الساعة 8 بالليل بقى الساعة 5 ونص وده الحقيقة كان قرار صائب حتى عشان جمهور يتابع مباراة تعايفين طبعاً إسكندريا اللعبة الشعبية الأولى البسكت طبعاً ويهمهم طبعاً أكيد يأزروا منتخب مصر فالمطش ترحل من الساعة 8 بقى الساعة 5 ونص مجموعتنا مين تاني؟ مجموعتنا المغرب، مصر، أغندا، الراسل أقدر كل التوفيق لمنتخب الساعة نتمنى إن شاء الله تقاهل عن المنطقة الخمسة هنروح للأخبار العالمية كده أخبارنا المحلية انتهت هنروح للأخبار العالمية أخبارنا العالمية هتبتدي من كرة الساعة أو الدوري الأوروبي لكرة الساعة أنا عايز بس أديكم نفذة سريعة عن الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 18 فرق بيلعبه رايح جاي مطش في ملعبك مطش بره ملعبك وبعد كده بياخدوا التمانية اللي فوق لعبه بلاي أوفس المطش اللي احنا شايفينه ريال مدريد قدر يهزم سيرفينا الفريق السربي 73-67 واضح إن لسه حتى الآن برضو الملاعب فاضية ما فيهاش جمهور بس خلينا أقول لكم بس ترتيب الفرق في الدوري الأوروبي عندنا بارشلونة في المركز الأول بايري ميونخ في المركز الثاني أولمبياكوس اليوناني في المركز الثالث عندنا سيسكا موسكو في المركز الرابع عندنا زاجريس الفريق السربي في المركز الخامس بالينسيا في المركز السادس الحقيقة بعد توقف كورونا الدنيا تلخبطت جامد جدا بقى فيه فرق متأخرة بقت في الأول زي المباراة اللي جاية دي بايري ميونخ بيفوز على بالينسيا في الجولة التامنة هم يتلعب تمن مباريات انتهت المباراة بنتيجة تسعين تسعة وسبعين بايري ميونخ في المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم بارشلونة في المركز الأول يعني مثلا الكرة الأخيرة دي يعني يستحق رمية إضافية ولكن في أوروبا الديفنس أو الدفاع بيكون أجلسف جدا وبيسفروش على كل حاجة دور الأوروبية الكرة السادسة الحقيقة يعني سخنة جدا بارشلونة قلبت المقاييس كلها وبقت في المركز الأول اللي أحبها طبعا بارشلونة في كرة القدم هنروح للتينس الأرضي يمكن البطولة دايما متابعين حتى التينس الأرضي عن قرب لأنها بطولة بتحظى باهتمام علامي كبير بطولة سوفيا اللي بتتلع في بلغاريا لعب الإطالي الشاب جانيك صاحب 19 عاما فاز بالبطولة ودي أول بطولة ليه في حياته فاز طبعا على في الفاينال فاز على اللعيب الكندي فاسيك وكان المباراة خلصت مجموعتين لمجموعة نشوف اللقطات دي وارجع لكم خليكم فاكين الاسم ده جانيك الإطالي الحقيقة لعب 19 سنة موهوب وعنده موهبة كبيرة إنه يحصل على لقب هو في سنه الزغير ده الحقيقة ده هيأهله بشكل كبير إنه يبقى بطل في المستقبل القريب الحقيقة كده هتكون انتهت أخبارنا نطلع لفاصل قصير عشان أستقبل ضيوفي الكابتن دينا عمر كابتن نادي الأهلي في كرة السلة سيدات والكابتن محمد الجرحي كابتن النادي الأهلي الفريق الأول لكرة السلة رجال نطلع للفاصل ده وارجع لحضراتك ده أهلا بحضراتكم من جديد وزابنا متعودين لاتيس فرست دينا عمر كابتن فريق النادي الأهلي لكرة السلة سيدات أهلا بيك أهلا بحيك كابتن هايسي مبروك وأهلا بك الله يبقالك في حضرتك مرة صديقة الله يبقى عظمت أكبر براحبار بمحمد الجرحي مودي الجرحي كابتن فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي مبروك وأهلا بروض حبيب ده كابتن هايسي مقابل يبقى تعلم عنكم ومنورنا يعني يمكن أول مرة تشرفنا ممكن دينا شرفتنا في القراءة يمكن أن تأول مرة شرفنا طب احنا عملنا تقرير كده مع فريق العمل نشوف التقرير ده يعني دعمنا لدينا والمودي نشوف التقرير مع حضراتكم نشوف تقرير سريع عدينا لدينا ومودي نشوف القصة ايه وارجع لكم ده مودي ودينا غصن جديد في شجرة عائلة الأهل الكبيرة يولدوا داخل جدران النادي وتحديدا داخل صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر أهل الجزيرة في فصل جديد من فصول تدشين عائلة أهلاوية رياضية برعاية مودي الجرحي قائد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ودينا عمر قائدة سيدات سلة الأهلي بعد إعلان خطوبتهما قبل بضعة أيام مودي أحد نصور القلعة الحمراء الذي كرس حياته للدفاع عن شعار ألوان قميص النادي الأهلي بعدما نشأ داخل قطاع الناشئين لكرة السلة بالقلعة الحمراء لم يخفق قلبه إلا بحب النادي الأهلي على مدار سنوات جاءت حافلة بالإنجازات والبطولات حتى أضحى قائدا للفريق الأول لكرة السلة فما كان لقلبه أن يخفق بالحب والارتباط إلا من خلال القلعة الحمراء لتنجح دينا عمر قائدة الفريق الأول لسيدات السلة في الاستحواذ على قلبه لتنشأ قصة حب بين القائدين داخل صالة النادي الأهلي ليمضيامعا لتجشين عائلة تكتسي بشعار نادي القرن على خطى العديد من نجوم ونجمات النادي الأهلي فارتباط دينا ومودي قائد فريقي الأهلي رجال وسيدات في كرة السلة لم يكن الأول ولن يكون الأخير فهناك عشرات الحالات من الارتباط العاطفي والتي تكللت بالارتباط وتكوين أسرة أهلاوية جدة لعل أبرزها آل السلعاوي بقيادة الكابتن محمد السيد سليمان الشهير بالسلعاوي لاعب سلة الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والذي تزوج من إيمان البدراوي لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة وأنجبال الرياضة المصرية والنادي الأهلي نجوما بحجم أحمد السلعاوي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر في كرة السلة وشقيقته نادين لاعبة منتخب مصر والأهلي والعائدة لتوها برحلة احتراف في دور الجامعات الأمريكي لكرة السلة وشقيقهم كريم الذي منعته الإصابة من استكمال مسيرته لاعبا في كرة السلة فاتجه إلى مجال التحكيم ليؤكد موضي الجرح ودينا عمر أن مفهوم عائلة النادي الأهلي ليس مجرد شعارات الرنانة تخلب آذان السامعين بل حقيقة تاريخية تتوارثها الأجيال في القلعة الحمراء أهلا بحضراتكم من جديد دينا نبتدي معاكي بقى الموضوع بدأت ازاي يعني ازاي احكي لنا البداية والله يا كابتن هيسم يا بداية عادية جدا زي اي اتنين يعني بنعب بسكت اكيد بقى لعب بسكت فيش يعني كنا صحاب في الاول وكده وبعدين واحدة واحدة خدنا يعني ستابس مع بعض وكده وكده خلاص بقى يعني كررنا بقى ان احنا نبدأ فيستا طب وانتو صغيرين يعني يدينا برضو الموضوع ما كانش اكيد فكأة يعني اه اه لا ما هو في الاول اكيد احنا اصلا بدايتنا اصلا مع بعض كنا صحاب من الاول من زمان جدا حتى من قبل ما كان يعني نحس ان احنا اصلا في حاجة وكده وبعضيها شوية شوية موضوع بقى تطور يعني بس كان خبر جميل وخبر مفاجأ لنا كلنا مش مفاجأ طبعا لعجوان نادي الاهلي عارفين او يعني معظم الناس يعني دي حقيقة كان تعارفة بس اه يعني جاي بقى وقت خلاص بقى يلا بقى نبتكل على الله الف مبروكة دينا الله يبارك في حضرتك مودي قولي بقى انت من وجهت نظرك الموضوع ابتدى ازاي الدنيا مشت ازاي انت اللييدر ما فيش الله قبل اي سماوه الموضوع جاي من حوالي مثلا سنتين تلاتة كده انا كنت عارف دينا بس مش منزان قوي عارفتها مثلا من اربع اخمس سنين هي انت عارف هي دينا طبعا امرأة محترمها في النادي طبعا طبعا وجد جدا بالضبط جدا وهي على طول مركزها في الباسكت الاول كنت عارفها ما عارفتها يعني عادنا فترة كده كنا صحاب عادي طبعا بحكم اللي انتو بتتمرنه في صلة يعني صلة واحدة تقريبا نفس بالنسبة لي موضوع جاي واحدة واحدة عارفنا بعض اكتر بقى كده كرامنا يعني من فترة كده زي ما قلت لك الموضوع التطور بحدي ما انا حاسق جوايا انا عايز اخد ستب في الحتة دي امتا بقى امتا تكلم بقى يعني احنا اخد ستب دي بقى لها مسلا تلات اربع شهور كي احنا اخدين قرار بس لسه بنشوفها معاهد عشان الدوري والمشروع الدوري يا كابتن دوري ايه ده مستهب دوري يا ابو كفادي في وقت يبقى الدنيا فيه تبقى هادية هادية عشان تبقى الامور ماشية كويش لا انا باهزر طبعا بس جميلة بتبقى في مجال واحد وبتزبطوا موعدكوا مع بعض يعني والمشروع تبقى الدنيا جميلة اخدنا بقى القرار كده يعني دي منسبة لنا مريحة بصراحة جدا طيب في الوقت ده خلينا اعرف معاك بقى التفاصيل اللي بيحصل ايه والصفقات الجديدة بتعطوا تتكلموا مع بعض بسخينة العفاص وارجعلك تاني يا مودي عزيزي المشاهدين اتلع عفاص السريع ونرجع نعرف من مودي بقى لما بيقع في صفقات جديدة سواء في السيادات في الرجال بيقوضوا يتكلموا ايه ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد والحقيقة يعني يمكن هبتدي مع دينا عمر دينا انتوا طبعا تلفونكوا مع بعض بتخرجوا مع بعض اكيد 80% من كلامكم عن البسكت 100% بتقولوا ايه 100% مش 80 ايه اللي بتقولوه والله يا كابتن هايسم هو يعني بصراحة انا في كده كام واحدة من صحابي دول رأيهم ده اساسي بلاس مودي وماما دول اهم رأيين بصراحة في حياتي كبسكت بول ولا كبسكت لا يعني لأ في الحياة هو مودي وماما بصراحة وكبسكت هم اتنين تلاتة وماما ومودي برضو في الاغ طب بيني وبينك كده يعني ما بيقى في صفقة جديدة في البسكت عندكم في الصفقة جديدة في الفريق الولاد بتواتي تتكلموا مع بعض ايه رأيك ايه تاع طب ناق ده ايه في الاغلب عشان مسلا بنشوفها هو يعني الوقت ده النادي محتاج ايه فده اكيد هيبقى تدعيم لنا يعني مسلا احنا بالنسبة لنا كبنات من سنتين بالزبط كان عندنا ناس بطلت كانت سهيلة وصارة وكده كذا حد وريموسى مشيت وثابت النادي وكذا حاجة فجبنا بدلهم منار وصورية فدول اكيد برضو عملوا تعويض وفرق بالنسبة لهم برضو هو بيبقى نفس القصة برضو ماشي كذا جي كذا بصراحة بصراحة اول حاجة هو بيبقى الشيء الهم الماتش ده جدا لو لعبته وحش ده اخر ماتش ديك على فكرة لا والله الحمد لله الماتش ده كنت لعبته حلوة طب هو بيقعد يكلمك بقى يقولك ايه الوضع والدنيا ايه اه بصراحة اه يعني الماتش ده بصراحة انا كنت بلعب حتى ببداي عندي اه مزقف امامية يعني حداتي اه بس كان ماتش مهم طبعا فكان لازم ان احنا نكمله باي اه الحمد لله كنت كويسة طبعا انا بعد ماتش هوا ما هو ما كانتش جد فلو ما مش موجودة مودي موجود لا موليش موجود ما هو مش موجودة فلازم في حد بيعوض التاني بالزبط اه فطبعا لا هو بصراحة حتى ما بيكلمني وينقشني في حاجة يبقى دايما الوحش قبل الحلو يعني 100% من كلام كوبسكت بس دايما الوحش بيبقى قبل الحلو علشان الحلو كده كده ده معروف بس الوحش هو هو ايطور مني وهو اللي هيخليني دايما احسن فهو عشان كده بصراحة وهو دايما فوق دماغي بس بيؤثر ما ايه خالي بس امودة مش هتبقى الموضوع كل بسكت امودة ليش بموجود برد رجازي بمش درجاتي نفسيزن بقى بانك عادي ما بيبقاش في بسكت يعني خروج مثلا لو هو بقى مبسوط جدا وموده مبسوط ومفرحان وكسبان لا لا والله خالص بس لا الدنيا بتبقى حلوة وخصوصا بقى لفاينل دوري أو كده بتبقى حلعيام حياتي تبمودي يعني كلمني عن الموضوعات اللي فاتت ويمكن النهاء الدوري واللي حصل ومع الاتحاد ونهاء الكاش كنت بتخلص وتكلم دينا ولا كان الوضع طبعا بس كبتنسي يعني أنا أنا رعبت معاك في المنتخب وفي النادي بحق عارفني يعني أنا بالنسبة لي الموضوع في النادي عادينا 24 ساعة في النادي صحيح احتاجات النادي ايه في اي مراكز كل حاجة احنا يعني عاملين ايه غرح العمليات كده حبك للنادي لا ينتهي بصراحة يا مودي بأمان يعني فالموضوع دي أنا بخدها على صدري جاموك ويكونوا اللي معاي بيتعب في الموضوع ده اني أنا لو أقدر الوضعف مثلا في خسارة يعني مش عايز ذلك النادي بتبقى السودة فوش ما بقدرش هاكل ولا دارش وما عرفش هنام كلمت دينا انت بعد موضوع كاس طبعا طبعا موضوع دي موضوع دي كانت قريبها قريبها وانا والله رأزي طبعا ليتلك ايه في اول حاجة بعد موضوع ايه بتحويت دينا يعني هي بتحويت دينا يعني ما خسرنا كاس كنسة في الدوري اه عارف اتلك ركز في الدوري حتى ما خسرت اول موضوع في الدوري بيعانتك لسه جيم جيم سري وجيم فور صحيح فالموضوع بيبقى انت هي بتحويت دينا عشان قدرعب بس انا الموضوع بيبقى مأثر فيها عشان حبك للنا اه بالضبط كنت عايز تفرح الناس بنقاول الناس في البسكت بالذات انت عارف يعني الموضوع طبعا مهم جدا عنه يعني طب قولي يا مودي يعني انت بنفس الكلام بالنسبة لك لابعانتك موضوعات الدوري طب هي كان برضو كان ماتش سبورتي وخسرنا الماتش الاولاني كلمتها والتلاية وليه الكواليز بقى ماتش سبورتيج الاولاني اللي خسرناه وبعاكده عوطنا وكسبنا اللي في الدور اه اما خسر اول ماتش هما كان في البسكت بتاع الساني دي اه او صالت اكتوبر هما كلهم كان فيه تنشانة اما خسر هما كان احسن بكتير بس هو الماتش ده عارف هو اتخطف منهم اه كان فيه شدة اصاب منهم فهو اتخطف منهم كان من هما قام ازينا هما بسكت بستفسري بستفسري مش احنا بستفسري يعني احنا ممكن لو يعني كان مش وقت طبيعي لو خسروا لقدروا الدولي راح اه فهي لازم بقى يهدوا خالص سيادة احنا اصلا انا واحمن وكزا حدو روحنا للأوتيل هناك مع كابتان عالي هاشم احمد الجارحي اخوك اه روحنا للأوتيل مع كابتان عالي هاشم وعندنا وفهمنا برضو الكلام عاي يعني كله يعرف لو احنا كنا مع بعض طبعا اسرة واحدة لو اجتماع مع الفرقة والفرقة هيتهدي نفسها هم احسن بكتير لو لعبوا البسكت بتاعهم هيكسبوه وده اللي حصل هم لاوا كسبو تاني يوم وخلص انا كنت متأكد خلص الجيم سريحنا ناخد الدوري انه يعني 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 هحتاجيني عدل حتة لي طب مودي هسألك سؤال كده يعني ازا ما يقوله في سويداء القلب على طول يعني اغلب الرياضيين ومش هكسب يعني بيجي بعد الزواج يقول زوجته سواء كانت رياضية ولا لا سمحت بطلي هتعمل كده لا لا همودي لا لا يا الله يعني يعني هيب تحب البسكت اسلام من تلعب ونهي هي رأيك يا دينا لا ما وعدني بقى كنت لك طبعا عارفة الاجابة بس انا كنت لك استاكدة على الهواء مضيته هي خدمة يا دينا خلاص يعني الموضوع ده مشوار تلعب ومع بعض حد ما هي تحس هي مش عايزة هي تحس اننا مش قادرة غير كده ما عليش كلمة خاصة يا رأيك يا دينا في الكلام ده اه شكرا تعليقك سريعا شكرا 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 بس لها لعايزة اقولك انه انه يعني اللي ما بتبقى يعني شريك عمرك بيبقى رياضي اصلا هقول لها حقيقة الحاجة بصراحة يعني انا مش هكتب عليك انا نفسي جرب فكرة ان هو يلعب وانا بقى بلعب ويعني احنا اتنين مع بعض فانا انا اصلا متشوكة جدا للفكرة دي اه يعني انا وهو كمان فانا بالنسباني دي حاجة انا مستنيها جدا ومستنيها يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل لها يعني عايز شوفها هتبقى عاملة ازاي طب ومقوا يعني ممكن الصبح لقيكم انا زيني الصبح مع بعض التمرين يعني انا حاليا انا بشتغل فهي دي الفكرة وهو برضو اه ماشي بتالشغل تمام اه في جمعة في سبت بالزبط ممكن نروح قادر التامليين نشوت شوية اه بالزبط لا حتى هو حتى لسه من كام يوم والله كان بيقول لي انه في حد عندك شوية حاجات مش كويسة عايزين بقى ننزل امرانك عليها واقول لك الصحي تامليه فيها عشان تحسنيه من نفسك هو حتى بيقول لي كده اه حاجة جليلة جدا بصراحة دينا لا انا عندي كلام كتير لا اقول بقى يا كفتر خلينا لفاصل عزامي جدي لازم نطلع لفاصل حقيقة اللقاء انا مش تمتع بيه جدا انتظرونا بعد الفاصل في كلام كتير مع دينا ومودي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد دينا اجيلك يوم الخطوبة اه كابتن علي هاشم ادكي اجازة ولا لا اه دين قابليها بيومين بالزبط اه كنت خاصة بها طبعا بدأت اتكلم الناس عشان ابلغوا كده كنت بس مستنى يا مودي يجي بس البيت عشان اتأكد خلاص الموضوع وابدأ ابلغ الناس يعني ان خلاص ان شاء الله يوم تسعة وعشرين وكده كنت كمان مرتبطة بأجازة اخوية عشان هو كان كلها حربية فكان الوقت عندي قصير جدا وكان خلاص هيستلم عمل فالاسف احنا فكرنا كيفا موضوع اه لقينا ان تسعة وعشرين اجازة يعني اجازة رسمية مولد النوبي وكمان صبح جمعة وبعدها سابت فاكيد مفيش احنا من كده بني نزبطها اه ناقص بس كابتن علي هاشي موافق بالاجازة بزيب تكلمت وقلت له يا كابتن علي عشان خط طبعا انا اصلا قابلية بثلاثة ايام كنت بغضى وتزبيت بقى ومعوش ايو حاجات كده تمشي بادر تعملينا مجيش اه فقال لي لا والله ما اعتردش خالص كان كايز معايا قوي متشكين يا كابتن علي علي احنا بنشكرك يا كابتن علي نابد يحصل بس هو يمكن اللعيب ببقى الحمد لله يعني بس فوافق طبعا قلت له لو سمحت بقى انا عشان بالليل كنا فيه الاوتنج وخارجين لو سمحت اشان الفرقة تعرف تجي لي بالليل وكده فعايزة اليوم ده اجازة فقال لي طب خلاص بس قال لي هعمل تمرين الصبح بدري فقلت له خلاص ماشي فكان عمله تقريبا نسا عشرة الصبح وروحت لا ما روحت انا انا بقى خلاص اخدنا بيها فيه فهم اتمرنوا كده والبنات بقى خلاصتوا كده وفي طبعا فيه كازا حد كان عنده ظروف ما قدرش يجي بس طبعا انا مين هم بقى عشان كازا حد والله اه بس سواء اللي جاء او ما جايش كله بصراحة كان مبسوط عشاني جدا وربنا يخليهم لها كلهم كلهم بجد كانوا فرحانيني من قلبهم اي حد جاي وما جايش اه بصراحة اف فكان يوم لازيز الحمد لله اتهيالي كل الناس ببصة وانا قدرت اعمل اي حاجة بسيطة من الناس بتفرحني احنا مبسطنا لكم كمان يا دينا والله مستيل حدرتك مودي انت بقى انا ما اعرف كدش اشرف ما عندهش هزابت كده جواز خطوبة ما فيش هي قبليها بيومين هو عارف قبليها بيومين ففي تمرينة لقبل الخطوبة بيوم انا اتأخرت ربع ساعة طبعا هو في دي عايز الله طب ليه مودي بتباوز على نفسك كده كابتن سيد عارف طبعا قال لي فعلم انت عارف هو الحاجات دي يعني عايز لي ما تروحش هزا دي هي ازاي كالك مجدش التمرينة فبس قالي اداني اجازة اليوم صراحة قال لي انت خلاص مجدش بكرة بس طبعا كان بيقولها بهو يعني طبعا وكيد عوضتها بقى بس هو عامل التمرين حتى برضو يعني الصبح بدري عشان برضو بالليل الناس يتقدر تيجي والناس كلها جات صراحة يعني اغلبية الناس من فريديو في المنتخب حتى سابوا منتخب وجم فصراحة كان الناس كلها كان يمحيلوا صراحة مين اول واحد في الفرقه عارف اول واحد في الفرقه كانت جمال وعادي طاري غنام طاري غنام دول اكتر اتنين عارف اه طبعا عيشت عمري بينكم اه طبعا بالضبط دينا مينك اول واحدة في الفرقه عارفت اه كانت اول واحدة كجاكي رانا علاء رانا اه هي معاك الروم ميت بتاع بتوض معاكي اه يعني هي مش روم ميت بعدها جاكي بعدها سوريا ومانارو كلهم يعني بس اول واحد اول واحد هيكا جاكي بالظبط كتف اه دي حكواليش دي على طول اه ده معلوفة طب قول يا مودي يعني اه اه نوين امتى ان شاء الله يعني اه الجواز نوين امتى هل بعد الدوري هل انتعرف ان الدنيا ضغطت كمان عشان ما فيش بطولك الافرونيج بتاع الباسكت اولله انا كنت استقول لك انا عامل حسابي ان شاء الله يعني يبقى بعد الدوري في الصيف كده يعني اربعة خمسة ان شاء الله ان شاء الله كده بنا كسبانين كده والدنيا حلوة يعني برضو عاملين تختاره للأزف اه لازم يعني انسب موعيد للأزف عشان وعشاني وبعد الدوري في الاغلب اه متهالي كمان رمضان هيبقى بدري السنة دي يعني في فتر الصيف دي اه ان شاء الله ستة التسعة كده ويا ربي يبقى المصل ينزل عشان تداره تسافره بتخطي التسافر يا مودي او ايه والله لسه لا احنا الحاداتي ما تكلمناش في اي حاجة خالص انا بزبط انا بزبط انا بزبط انا بزبط انا بزبط انا بزبط نفكر بقى في السفر طب ننخش بقى في الفنيات عشان ايه بقى احنا كده 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 ادينا وقت طويل قوي للرومانسيات طيب انت شاف الفرقة السنة دي زا مودي طمننا عليها على اللعيبة على الاسابات طمننا والله كنت تقسم انا شاف الفرقة السنة طبعا الحمدلله دعمنا بكزايا بكزايا بكواسين جدا عمر الجندي وعمر طريق ومهيب طبعا ومحمد مصطفى مودي الصغير وحمدي وحمدي فانا وجهة نظري احنا كملنا على الشغل اللي عمنا السنة الفاتر صحيح يعني احنا كده كده كملنا ان شاء الله كده احنا بازن الله فرقة متكاملة وانШ留言 ان انا انا شايف ان احنا حتى السنة اللي فاتير احنا كنا 40 من متكثرا صحيح بس ممكن يكونatteringهم برضото حق يتقال الاتحاد كان عنده مععمل اكتر من انا في النجاح وبقوا لي tomar 30 بالبط لا بالظبط اتغير كده اناام يعني انادي ندي كبير طبعا كل حاجة بس من 2009 لانتحان كسبش بطوله صحيح فندي الاتحاد عدد 11 سنة بيعضي يبني في فرقة ابني فرق حد ما استقروا على فرقة معينة وادروا بعد 11 سنة يكسبوا بطولة. احنا كان بالنسبة لنا حتى السنة دي اللي فات دي ما كنتش جيه. جيبنا صفقات كتير. بس الناس فاكرة ان هي صفقات آآ تكسب. تكسب عطول. لا طبعا الباسكت مش كده. في منها صفقات الناس زغيرة لسه محتاجة لفتخبرات. في منها صفقات لسه كنتش عايزة شغل معها. في منها العيبة سوبر آه طبعا زي. تروس وبتلف على بعضيها. بالزبط كده. اهو يعني. فهي محتاجة وقت غير كده. جات فترة الكورونا دي. الاتحاد اتمرانه اربع شهور. ما 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 وقفوش. الفرقة الوحيدة اللي في مصر ما ما وقفوش. احنا وقفنا. احنا ما كناش بنخش النادي اصلا. والتزمنا بالجراءات الاحترازية. اه. اكيد اخرنا شو. بالزبط. دي مش عفكرة مش مش حاجة جول الكلام ده فاس والله. انا بكيامكة باسكت. ده حقيقة احنا عارفين. بزبط البسكت. يعني قطين وصالحنا عارفين كل حاجة عن بعض. ورغم كل ده احنا يعني احنا لو كان في توفيق. في الاكس يونج مسلا شطين تلاتة من اللي اتشاطه في الكاس او الدوري. يعني انت كابتن عايز تقول لي على تنمينة زي دي تتمرنها يوم الخطوبة. وعايزت ات هتروح الزابة. كنتش قشف تبلين انت وفيش هزار. وانوان كتير وانوان وانوان ونص ملعب. وص المجود اللي فيوز. باشا خلي بالك برضو انت كده كنت شاشف عمل معك واجد. اتفضل يا مودي مع ليش اطاعتك. بس بقولك هو الموضوع كنا قريبين حنكسب ان حق بطولة من الاتنين السنة يعني. بس الحمد لله احنا شفنا نواقص تاعتنا. وجبنا نواقص جبنا لعيبة كبيرة كلهم. طبعا. بقى بالزبط. وان شاء الله بعد السنة احنا دخلين. احنا خلاص. انت عندك بقى سكة ان شاء الله احنا فرق كلهم تكاملة. بازنا نكسب يعني ان شاء الله كل بطولات. ان شاء وليلي انتو بقى بالنسبة لكم برضو. الحمد لله توفقنا في محترفة كويسة جدا. كيلة عمي. شغل كويس. طمانين على الفرقة بالرغم الاربع المصابين. احنا بصراحة طبعا احنا اكيد اكيد يازة علي ان احنا في اربع عناصر مهمين جدا. مشيوا السنة دي هم هالة ومنار. وبسم الله الرحمن الرحيم وعبدالظاهر. انا عبدالظاهر وهيبة يعني. وهيبة عبدالرحمن. وطبعا لوكس كات معنا ومشت. فمش بعتبرها حد اساسي. وعلى قد موحدة. دي كيلة على فكرة ناسفة. دي كيلة. ما شاء الله عليها. ما شاء الله والحد الوقت هي الجيم الاولاني جابت واحد وخمسين. ما شاء الله والجيم التاني واحد واربعين. فهي ما شاء الله يعني ربنا يعني كمان. انا عايزة اقول لكم ان شاء الله تبع معنا قريب بازن الله يعني. اقول استاد المشاهيني هتبع معنا برضو. هنقولكو. ان شاء الله فطبعا اكيد كنت. اكيد عز علينا. ان في اربعة من الناس مهمة دي تمشي وبطول برضو هيا صغيرة. اه. جالنا ناس جديدة السنة دي. نادين سلعاوي جات من بره. ماية حلوة من سبويتنج. رانا نبيل من سبويتنج. اه. فكرني عشان انا بي. حلوة. حلوة اوي. الكلام دي علي كويس. يعني مودي بتسنيدي علي مودي لما تنسي. لازم يرحقني في كل حاجة. وحبيبة حياتي من رجال. وحبيبة برضو كانت صغيرة كانت جالها سكولوش ببره في امريكا. وللسه رجع مصر السنة دي فهي برضو معنا السنة دي. فطبعا فريدة وائل وانوها شتة من هليابلس. فكل الدول طبعا ان شاء الله يعني. اه بإذن الله بإذن الله. بس المصابين بس يرجعين ان شاء الله. اه ان شاء الله يعني هما على وشك. اه يا نور بإذن الله رب نعيش فيها يا رب. هي جات لنا آخر ماتشين بصراحة. والله جات. اه 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 انا مجرد ان انا شفتها بطمت. انا ما شوفها بطمت يا كفتن هيسا. والله يا ربنا يعلم يعلم. يا نور جميلة جميلة. دي حقيقة. فالحمد لله هي في تحسن كبير. انا قصلها بس إيها. اه ناديم برضو شغالة اهيل كويس. وان شاء الله برضو سون هترجع. كان انت ممكن تلعب بتأكل جدروف عادي يعني مش محتاجة. اه ممكن بس شاء الله بس عايز على ما لعب بالزبط. للأسف دي أصعب حاجة عندنا. ما بالزبط. انا عندي مشكلة حتى بقت مزمنة في الرقبة. ما بيش بتروح خالص. يعني زميلي بيقولولي يعني ان شاء الله هي المهمة في الفينالز يعني. اه بإذن الله. سيح برضو الفكرة ان احنا يعني محتاجين برضو نتمرن ونلعب مع بعض كتير قوي لان احنا فعلا يعني حيك اللي متبقي اصلا السنة دي هم سبعة جديدة معين زينا السنة. فاحنا لا احنا محتاجين نتمرن مع بعض كتير نلعب متشاك كتير يحصل احتكات كتير عشان نعرف ناخد على. نفسك تشاركي افراقيا يا عدينا? اه طبعا يعني كان نفسي اكيد السنة اللي فاتت زعلته علي قوي. زعلنا بس طبعا هو كان انجاز. اه طبعا بس برضو كان المكسب قريب. فانت اكيب بتزعل لما المكسب يبقى قريب. حتى لو انت عارف انه بعيد. بس ما يبقى قريب اكيب بازل. هتحصل لدي افراقيا ان شاء الله. مودي عايز تروح افراقيا? اه طبعا. اه ده هدفنا احنا كنتش اشرب بيموت وافراقيا. اه طبعا كمان هي استنادي وطبع الان باي كمان. معلش يا مودي يراك في السورة دي. انا كنت بقول لك بص على السورة يا مودي انا ينفع اقول لك بص على السورة والراجل يصور. وانا مش بصص لها. وانت تروح تروح تروح. انت لصورت وانا لأ. دي كانت في الفين وتلاتاشر الصورة دي اه ده الدوري بتاعنا الشهير يعني. دي طبعا كانت برضو كتار الغنام الاسطورة. امين امين رزاق. امين رزاق التونسي اللي عليمين رقم 13 جماعة. اللعب التونسي يعني. فا افراقيا ان شاء الله. اه طبعا كمان هي طبعا ام بي اي سنة يعني السنة خاص. اه طبعا اه. بس اشكلها شكرا كده السنة. اه ماشي. بس انا قصلي بعد كده هي تموح طبعا دينا والفرقة بتاعتنا يعني ان شاء الله بالمحترفين اللي هي شروط البطولة. مقاومات الفرقة تقدر اه نكسبها. اكيد اكيد اكيد. مودي يعني الحقيقة. بشكرك اللقاطن جميل جدا. وآه اللقاء فنييا ورومنسيا وحاجة جميلة. يعني بشكرك مودي نورتين وشرفتيني وان شاء الله اتدوي احمر السنة بازن الله. بازنك بنيس. ان شاء الله. لينينا نورتيني وشرفتيني. الف من المبروك لك ومودي. فيجسين حضرتك ان شاء الله نفرح بيكو. أنا وفريق العمل كلين هلينا في فرح. لا ده أساسي. لا تماما احنا بيتنا. نحن ده بيتكو. كما نيجي هنا عادي؟ بزبط أطلعنا بالكاميرات. بثبت أحنا. الدورة أحمر السنواتي. بإذن الله إن شاء الله. نخذها ستيب بى ستيب بأي ستيب بى. إن شاء الله بإذن الله. اعزائي المشاهدين كتحلقة لطيفة على قد ما نقدر دخلة رومانسيات في اللعب إن شاء الله انتظرونا. يوم الأربع عندنا حلقة جديدة من الأبطال وأكيد هيكون معنا قصة جديدة وبطل جد